السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي أهلا بكم النهاردة نحن لتدريبات الأضواء تضرب على الدرس الرابع لمحات من حياة الخلفاء الراشدين من الوحدة الأولى وحدة أرض وتاريخ شعب من منهج الدراسات الاجتماعية الجديد للصف السادس الابتدائي لفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والضغط على زر الإعجاب تضرب الدرس الرابع لمحات من حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم السؤال الأول أكمل العبارات الآتية بما يناسبها من كلمات واحد جهز الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته جيشا بقيادة أسامة ابن زيد إلى نغط إلى الشام نكتب هنا الشام رقم اثنين أوصل خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنغط بتولي الخلافة من بعده لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه بتولي الخلافة من بعده رقم ثلاثة اتخذ الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بداية التقويم نغط بداية التقويم الهجري نكتب هنا الهجري رقم أربعة أنشأ الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عددا من الدواوين مثل ديوان نغط وديوان نغط مثل ديوان الجند وديوان المال رقم خمسة امتدت الفتوحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في بلاد نغط وبلاد نغط في بلاد العراق وفارس نكتب هنا العراق ونكتب فارس رقم ستة تولى خلافة المسلمين بعد استشهاد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة نغط الخليفة عصمان ابن عفان رضي الله عنهم رقم سبعة خصص يوما للنظر في مظالم الناس الخليفة نغط رضي الله عنه الخليفة علي ابن أبي طالب علي ابن أبي طالب السؤال الثاني اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة واحد ظهر نظام الخلافة عند المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم العبارة صواب رقم اثنين كانت فترة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أطول فترات الخلافة في عهد الخلفاء الراشدين العبارة خطأ رقم ثلاثة جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء مرضه عمر بن الخطاب إماما للمسلمين في الصلاة العبارة خطأ رقم أربعة نجحت الجيوش الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في محاربة المرتدين وعادوا إلى الإسلام العبارة صحيحة رقم خمسة تم اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه كخليفة للمسلمين بناء على رأي فردي العبارة خطأ رقم ستة استكمل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتوحات الإسلامية التي بدأت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه العبارة صواب رقم سبعة قام عثمان بن عفان بتوسيع مزيد النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بئر رومة وجعله وقفا للمسلمين العبارة صواب رقم تسعة عين الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه شرطة لحراسة بيت المال العبارة خطأ رقم عشرة انتهى عصر الخلفاء الراشدين باستشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه العبارة خطأ السؤال الثالث اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس واحد ارتدت بعض القبائل عن الإسلام في عهد الخليفة نغط رضي الله عنهم هل أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي ابن أبي طالب فنختار أبي بكر الصديق رقم اتنين امتدت الفتحات الإسلامية في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليمن وعمان مصر وليبيا مصر والشام اليمن ومصر فنختار مصر والشام في رقم ثلاثة اشترك الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه في العديد من الغزوات ما عدا غزوة بدر أحد الخندق تابوك فنختار نختار غزوة بدر رقم أربعة بنية مسجد عمر بن العاص في مصر في عهد الخليفة نغط نغط أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي ابن أبي طالب فنختار نختار عمر بن الخطاب نختار عمر بن الخطاب رقم خمسة آخر الخلفاء الراشدين هو الخليفة نغط أرضي الله عنه أبو بكر الصديق عمر بن خطاب عصمان بن عفان علي بن أبي طالب فنختار علي بن أبي طالب السؤال الرابع أمام خريطة توضح امتداد الدولة الإسلامية ادرسها ثم أجب واحد امتدت الدولة الإسلامية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وليبيا حاليا العبارة صواب ولا خطأ العبارة خطأ رقم اتنين اختار كانت معظم مساحة الدولة الإسلامية في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في دولة الجزائر أم السعودية حاليا فنختار السعودية حاليا رقم ثلاثة اختار ظهرت الدولة الإسلامية في جناح الوطن العربي الأسيولة الإفريقي فنختار نختار الأسيوي السؤال الخامس اكتب ما تشير إليه العبارات الآتية واحد شكل من أشكال الحكم اتبعاه المسلمون بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم على اختيار من يتولى أمور المسلمين اللي هو النظامي نظام الخلافة نكتب هنا نظام الخلافة رقم اثنين تقويم بدأ بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة التقويم الهجري نكتب هنا التقويم الهجري رقم ثلاثة نظام أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لإدارة بيت المال والجند اللي هو نظام الدواوين نكتب هنا نظام الدواوين السؤال الرابع نظام أنشئة في عهد الخليفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم بهدف الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين اللي هو نظام الشرطة نكتب هنا نظام الشرطة السؤال السادس لمن تنسب الأعمال الآتية واحد قائد جيش المسلمين في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمحاربة الروم أسامة ابن زيد فالكتب هنا أسامة ابن زيد رقم اثنين أمره الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن زيد ابن سابت فالكتب هنا زيد ابن سابت رقم ثلاثة دع النبوة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم مسيلمة الكذاب نكتب هنا مسيلمة الكذاب رقم أربعة وضع التقويم الهجري وفتح بلاد العراق وبلاد فارس والشام ومصر عمر ابن الخطاب نكتب هنا عمر ابن الخطاب رقم خمسة اشترك في العديد من الغزوات ما عدا غزوة بدر عثمان ابن عفان نكتب هنا عثمان ابن عفان رقم ستة قام بكتابة القرآن في مصحف واحد وتوزيعه على كل البلاد الإسلامية عثمان ابن عفان رقم سبعة أمر بإنشاء أول أسطول بحري في الإسلام عثمان ابن عفان نكتب برضو هنا عثمان ابن عفان رقم تمانية أول من قام بتنظيم الشرطة في الدولة الإسلامية علي ابن أبي طالب نكتب هنا علي ابن أبي طالب السؤال السابع بكستخرج المختلف في كل مجموعة من المجموعات الآتية واحد هنا جيب لك إرسال جيش أسامة محاربة المرتدين وضع التقويم من هجري جمع القرآن فهنا عندنا المختلف وضع التقويم الهجري أما الباقي من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما وضع التقويم من هجري من أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم اثنين فتح العراق وبلاد الشام محاربة المرتدين إنشاء ديوان بيت المال فتح مصر فهنا عندنا المختلف محاربة المرتدين محاربة المرتدين من أعمال أبي بكر الصديق رضي الله عنه أما الباقي من أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رقم ثلاثة إنشاء أول أسطول إسلامي إنشاء ديوان الجند كتابة القرآن في مصحف واحد فهنا عندنا المختلف إنشاء ديوان الجند أما الباقي من أعمال سيدنا عصماء بن عفان رضي الله عنه رقم أربعة نقل الخلافة إلى الكوفة تعيين شرطة لحراسة بيت المال إنشاء الدواوين فهنا عندنا المختلف إنشاء الدواوين إنشاء الدواوين من أعمال عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أما الباقي من أعمال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم السؤال الثامن بما تفسر واحد سمي الخلفاء الراشدون بهذا الاسم لأنهم كانوا خلفاء للرسول صلى الله عليه وسلم في توليد أمور المسلمين رقم اثنين بما تفسر اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين لأنه أول من آمن من الرجال وشاركه في جميع غزواته وجعله الرسول صلى الله عليه وسلم إماما للمسلمين في الصلاة أثناء مرضه رقم ثلاثة إرسال أبي بكر الصديق جيش أسامة بن زيد إلى الشام لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الإسلامية رقم أربع إرسال أبي بكر الصديق الجيوش الإسلامية خارج شبه الجزيرة العربية لنشر الإسلام وتأمين حدود الدولة الإسلامية رقم خمسة اشتراك الخليفة عصمي بن عفان رضي الله عنه في جميع الغزوات ما عدا غزو بدر لإنشغاله بتمريد زوجته السيدة رقية ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم رقم ستة قيام الخليفة عصمي بن عفان بكتابة القرآن في مصحف واحد لتوحيد قراءة القرآن رقم سبعة قيام الخليفة عصمي بن عفان بالعدد من الفتحات الإسلامية لتأمين حدود الدولة الإسلامية رقم تمانية بما تفسر إنشاء الخليفة عصمي بن عفان أسطولا بحريا إسلاميا لتأمين سواحل مصر والشام من هجمات الروم لتأمين سواحل مصر والشام من هجمات الروم رقم تسعة بما تفسر قيام الخليفة علي بن أبي طالب بتنظيم الشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين السؤال التاسع ما النتاج المترتبة على واحد ارتداد بعض القبائل عن الإسلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين ونجحت هذه الجيوش في محاربة المرتدين وعادوا إلى الإسلام يبقى النتائج أرسل عدة جيوش لمحاربة المرتدين ونجحت هذه الجيوش في محاربة المرتدين وعادوا إلى الإسلام طبعا النتاج المترتبة على استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين فتقول امر ابو بكر الصديق رضي الله عنه زيد ابن سابت بجمع القرآن امر ابو بكر الصديق رضي الله عنه زيد ابن سابت بجمع القرآن رقم 3 اتساع ارجاء الدولة الاسلامية في عهد الخليفة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه النتائج المتتبع على ذلك نقل مقر الخلافة الى القوفة في العراق بدلا من المدينة ليسهل الانتقال بين ارجاء الدولة الاسلامية نقل مقر الخلافة الى القوفة في العراق بدلا من المدينة ليسهل الانتقال بين ارجاء الدولة الاسلامية السؤال العاشر برهن على صحة العبارات الاتية واحد تعدد اعمال الخليفة ابي بكر الصديق رضي الله عنه فنكتب اعمال الخليفة ببكر الصديق فنقول رقم واحد ارسال جيش اسامة بن زيد الذي جهزه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته الى الشام لمحاربة الروم وتأمين حدود الدولة الاسلامية كما قام بمحاربة مرتدين فقد ارسل عدة جيوش لمحاربتهم ونجحت هذه الجيوش في محاربة مرتدين وعادوا الى الاسلام وعندما استشهد عدد كبير من حفظ القرآن الكريم في حرب مرتدين امر زيد ابن سابت بجمع القرآن وقام بارسال الجيوش الاسلامية خارج شبه الجزيرة العربية لنشر الاسلام وتأمين حدود الدولة الاسلامية طب في رقم اثنين بيقول اكبرهن على تعدد الفتحات الاسلامية في عهد الخليفة عمر بن خطاب رضي الله عنهم فتقول استقمل الفتحات الاسلامية التي بدأت في عهد الخليفة ابي بكر الصديق رضي الله عنهم وفتح بلاد العراق وبلاد فارس والشام ومصر رقم ثلاثة برهن على انفق عصمان بن عفان رضي الله عنه كثير من ماله في سبيل نصرة الاسلام فتقول انفق عصمان بن عفان كثير من ماله في سبيل نصرة الاسلام فشارك في تجهيز الجيش الذي اعده النبي صلى الله عليه سلم لغزو التابوك عام تسعة هجريا وقام بتوسيع مزجد النبي صلى الله عليه وسلم واشترى بئر روما وجعلها وقفا للمسلمين اب رقم اربع بيقول لك برهن على اهتم الخليفة علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بتطبيق العدل بين الناس فتقول ايه كان حريصا على تطبيق العدل وخصص يوما للنظر في مظالم الناس وبكده يكون وصلنا معاكم من هاي الدرس النهاردة ارجو كون استفدتم معنا وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لا صلكم كل جديد والضغط على زرر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته